مشاهدين يؤقد هذا المؤتمر الدولي لدعم أوكرانيا في الوقت الذي تدور فيه رحاء الحرب الروسية على أوكرانيا في ميادين عدة لا تقتصر تأثيراتها على التقدم أو التراجع العسكري بل تمتد إلى كل مناحي الحياة لتعيد رسمة وتشكيل الجغرافيا بعد أن قالت موسكو أنها تنتصر للتاريخ في عملياتها العسكرية التي بدأتها في فبراير شباط الماضي وفقا لأرقام الأمم المتحدة فإن أكثر من ثمانية ملايين أوكراني نزحوا داخل البلاد بينما عبر أكثر من ستة ملايين ونصف المليون شخص الحدود والإشارة هنا إلى بولندا ومولدوفا بالدرجة الأولى بينما قال الرئيس الأوكراني زيلنسكي في مؤتمر باريس اليوم إن أكثر من اثني عشر مليون أوكراني بدون كهرباء بالحديث عن الأرقام فإنه وفقا لأعلان رئاسة الأوكرانية في مايو آيار الماضي تجاوزت كلفة إعادة أعمار ما دمرته العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ستمائة مليار دولار وهذا قبل عمليات الضمة التي قامت بها روسيا للأقاليم الأوكرانية الأربعة تبرز هنا التقديرات الأولية لمصادر أكاديمية واقتصادية أوكرانية قالت إن الخسائر تعدت مئة وثمانية مليارات دولار فالعمليات العسكرية الروسية لا تستثني المدارس والمستشفيات والجامعات والمتاحف بل تركز مباشرة على إصابات مباشرة في مقابل هذه الأرقام تعلن دول الاتحاد الأوروبي تقديم حزن مساعدات مالية إلى أوكرانيا تشاركها في ذلك الولايات المتحدة التي أعلنت إرسالة 550 مليون دولار إضافية ليرتفع إجمالي المساعدات الأمريكية إلى أكثر من 7 مليارات دولار بينما أعلنت اليوم رئيسة المفاوضية الأوروبية عن تخصيص 19 مليار دولار لدعم أوكرانيا في الشتاء الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس دكتور كاميل الساري أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون أهلا بك دكتور كاميل إذن كما شهدنا من خلال هذا المؤتمر هناك أرقام مهمة جدا تسند إلى أوكرانيا في شكل مساعدات ولكن هل هناك خطة أوروبية واضحة لإعادة أعمار أوكرانيا في ظل استمرار العمليات العسكرية الروسية واستمرار استهداف البنى التحتية نعم البنك الدولي يقول بأن حاجة أوكرانيا لإعادة ترميم وإعادة إرجاع على الأقل البنيات التحتية وكل المرافق الأمومية هو يتراوح بين 350 مليار دولار و500 مليار دولار ولكن هذا الرقم لا يأخذ بعين الاعتبار الضمار الذي لا يلحق يوميا وربما حتى نهاية الحرب والحرب للأسف لن تنتهي غدا أو بعد غد نحن نرى الصعوبات صعوبات التحاور بين الطرفين وهناك كذلك مقاطعة لكل طرف من ناحية التفاوض للطرف الآخر وحتى بعد ما يمكن أن نسميهم بالوسطى كفرنسا مثلا فهي تنتقد والرئيس الفرنسي ينتقد لأنه تكلم على إعطاء تأمينات حول لروسيا بخصوص أمنها وسلامتها مستقبلا وكانت انتقادات لا دعا من طرف بولونيا مثلا فنرى أن هذه الحرب ستستمر وأنه لا توجد آفاق على المدى القصير والكل يراهن على فصل الشتاء البارد وستستمر لماذا الحديث فقط عن فصل الشتاء البارد؟ لماذا دايما في مثل هذه المؤتمرات يتم تحييد موضوع الطاقة عن الحرب ككل يعني يتم تخصيص الجزء الأكبر من الحديث أو كل الحديث عن موضوع الطاقة هناك بنا تحتية تنزف وتستهدف كمستشفيات كطرقات كمدارس يعني لماذا يتم الحديث فقط عن الطاقة وكأنها الموضوع الأهم بعيدا عن الحرب؟ نعم لأن الطاقة هي تستخدم في المستشفيات في المدارس في المحلات العمومية وفي الشركات ولا ننسى أن عامل التدفئة سيلعب دور وهو يلعب دور بالفعل في الهجرة هجرة المواطنين الأوكرانيين حسب المفوضة الأوروبية يرتفع عدد المهاجرين مستقبلا إلى 17 مليون نسبة وهذا يعني رقم كبير جدا لأن التدفئة لا يمكن الاستغناء عليها وكذلك عليه الشأن بالنسبة للكهرباء فكل هذه الطاقة هي تدخل في كل المرافق العمومية والخاصة والشركات واستهدافها هو سهل بين الضفرين بالنسبة للقوات الروسية لأنها في إبال الإتحاد السوفيتي بنيت عديد من المحطات النووية أو من المحطات الكهربائية بتعاون مع موسكو وكان هذا في إطار الإتحاد السوفيتي والروس يعلمون جيدا ما يجري ووضح وبطبيعة الحال أن الروس إذا كان عندهم إخفاق في بعض المناطق وتراجعوا في عديد من المناطق وبنها خرسون فهم ينتقمون بين الضفرين ومن السأل عليهم استهداف هذه المحطات وهذه المرافق وكذلك كل استخدام الطاقة وهذا يشكل مشكل على المدى القصير والطويل لأن تكلفت الهجرة وعزوف الأوكرانيين وربما حتى اختيارهم إلى واجهات أجنبية هذا سيضعفه إمكانية إعادة الاستثبارات في أوكرانيا دكتور كاميلا ساري أستاذ الاقتصاد في جميع تاسور بون كنت معنا مباشرة من باريس شكرا جزيلا لك